في إطار آخر كابتن سعى الحفيز والكابتن سمير عدلي هيسافروا للمغرب قبل نهاية دورة أبطال أفريقيا أمام الوداد بأيام عديدة عشان يختاروا ملاعب وفنادق الإقامة عشان يستكروا على واحد منها وكلر طلب أن كل حاجة اتغيرت في الوداد السنة اللي فاتت لحنا كنا نمتعونا باللوقت ده اتغيرت في الوداد من السنة اللي فاتت للسنة دي يكون عارفها ويعرف كل التفاصيل وطلب من الجهاز الفني تقارير فنية عن فريق الوداد وعن ملعب المباراة وهم قالوا أن ملعب المباراة هو نفس الملعب الاصطدافة لمباراة الأهلي والرجاء في دور السمانية فهو عايز يعرف كل حاجة عن الوداد لما سألوا بمبارح بالمناسبة كولر عن هتلعب مع سانداونز وهتلعب مع الوداد تختار مين فيهم راجل قال لهم أنا لسه يعني نشوف المباراة ولما سألوا أنت مجاهز إيه لسانداونز ووداد قال لهم لو المباراة خلاص نبقى نتكلم فخلاص خلصت فهو هيبدأ يشتغل على الوداد أكيد من النهاردة والميزة عند النادي الأهلي أنه الضغط في الدوري مش كبير آه صحيح الأهلي عايز يكسب كل مباراة ويحسم الدوري بدري بدري بس الضغط مش كبير من البقى الفرق المنافس سواء في ووتشار أو بيرامدز أو الزمالك الفرق النقاط يسمح للنادي الأهلي أنه يدخل بودلاء أنه يخسر مباراة تعادل مباراة بالمناسبة يعني بالمناسبة كل الفرق كده في العالم يعني يعني أنت لو تبقى مركز في بطولة أوي الأهلي مثلا مثلا يعني قرر يلعب بتشكيلة بديلة في المباراة القادمة وتعادل النادي الأهلي أو خسر النادي الأهلي ما تقولش إلحق المستوى بيهبط والحالة النفسية والحالة المعنوية لا أنت مركز على بطولة واحدة وإن كنت أتصور أنه بودلاء النادي الأهلي دلوقتي بقوا جاهزين زي الأساسيين بالزبط فهنا فيش قلق على النادي الأهلي أنا بكلم جمعون النادي الأهلي يعني سيبه الراجل يشتغل عشان كان دايما المدربين يقولك إيه إنه جمعين النادي الأهلي حالي مش تخسر أي مباراة ده حلو طبعا ده ده حاجة إيجابية جيدة بس في بعض المباريات أنت مش عايز تضحي بلعبتك ولا مجهودهم ولا إصابتهم نقدر الله فأنت محتاج تقعد بعض اللعبين تريح بقى كهرباء تريح علي معلول قول محمد عبد المنى موعد مش هيبقى ليك بديل زيك محمد يعني مفيش منع يريح شوية مره أنا أعطيها مش عايز تخسره وتبدأ العملية يبقى فيها روتيشا محترم قبل المبارات نهائي أفروكي خاصة اللعب عندك كلها جاهزة دلوقتي